تداول فيديو لحظة إنقاذ طفل يعتقد أنه الطفل ريان تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان المغنبي البالج من العمر 5 سنوات والعالج في بقرع بعمق 32 مترا منذ ظهر يوم السلساء الماضي بأحد المناطق بالمغرب وقالت وسائل إعلام مغربية أن أعمال الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في أحد الآبار بالمغرب وصلت إلى عمق أكثر من 30 متر بحضور مهندسين وتقنيين فيما كشف موفد القناة الثانية المغربية على أن الوضع الصحي للطفل ريان غير واضح حسب ما كشفه مجموعة من المسؤولين مشيرا أن عمليات الإنقاذ متواصلة وتدخل مراحل الأخيرة وأشارت أحد الصحف أن الطفل ريان لم يتناول أي طعام عكس ما تم ترويجه داخل مواقع التواصل الاجتماعي واضح أن أمل بقاء الطفل ريان على قيد الحياة يظل قائما هذا وقد تم تداول فيديو لأحد عمليات إنقاذ طفل وأعتقد البعض أنه طفل ريان إلا أن الفيديو يرجع إلى طفل عمره 8 سنوات من العراق وتم إنقاذه الحمد لله هذا وتتواصل الجهود لإنقاذ الطفل ريان دعيين الله بإخراجه سالما في أسرع وقت أخيرا نلعوكم للشراك بالكناة وعمل إعجاب بالفيديو ليصلكم جديد فيديوهاتنا